السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد مرسل قناة بين سبورت أن لاب كريستيان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية وأنه الآن يتلقى العلاج اللي يازم له في المستشفى كما أكد أيضا أن الموذيع الداخلية للمباراة قد طلب من الجمهير البقاء في المدرجات وذلك ربما لاستكمال المباراة بين منتقبي أدنمارك وفنلندا دون تأكيدات واضحة حول مستقبل المباراة بل دون تأكيدات واضحة حول مستقبل البطولة برماتها نتمنى مرة ثالثة عودة اللاعب إلى حالاته الطبيعية وأن يقي الله جميع اللاعبين شرى الإصابات والمرض وأن نتمنى لهم جميعا السلامة كما أتمنى من الجميع الآن أن يترحموا على الكابتن محمد عبداللهب الذي عاد كريستيان إيريكسن ذكرياتنا مع حالاته المأساوية والتي أحزنتنا جميعا كجمهور النادي الأهلي سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر